أهلا بحضراتكم من جديد شفنا بكل التفاصيل مشهد فزاع وحواديته بعضمة لسانه لكن دايماً وأبداً في صفقات الأهلي، في مشوار الأهلي، في كواليس الأهلي هناك الكثير من أسرار الملك والجمعة الصخرة واقل جمعة واحد من نجوم الفترة الزهبية أو الجيل الزهب الرائع اللي عمل هذه البطولات الكثيرة للأهلي واقل جمعة انتقل للنادي الأهلي من المحلة الصفقة بتاعته كان فيها حواديد كتيرة هيحكيها لكم المهندس عدلي مهندس صفقة واقل جمعة كواحد من نجوم الجيل الزهب اللي عمل كل هذه البطولات صفقة مهمة صفقة مهمة لأنه يعني ميسر مانو جسيه يوم ما وصل مصر أنا كنت قابلت أنه كابتن خطيف في البرتغال فلما جيه مصر كابتن صالح قال لي أنت اللي حتوبقى معاه وكان تاني يوم من وصوله الأهلي حيلاعب المحلة فاينال كاس الرحلة اللي رحت فيها كان لأستاذ ياسيم منصور صحب لا لا ياسيم منصور تاني مرة في التجديد أنا كان لأول مرة في التعاقد كنت أنا وكابت الخطيف فروحت وخدت وروحنا وكان يوم غريب جدا والدنيا زحمة جدا معرفشون نغش غير في لحظة وصوله الدكتور عليه دين هلال الدنيا كانت زحمة من بره جابونا كورسيين خرزان في المقصورة مفيش مكان فانا عدت جنبه حتى هو أنا بعد الماتش قال لي ميسر عدلي يوكيتمي ثري تايمز وانا براف فرص بقى الماتش خمط فيك فانا بقى أقول له يعني 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 مين العجبك وإيه التعليقك قال لي لا أنا أنا عجبني تسعة وتسعة تسعة في الأهلي سمير كامونة ولا ستة وستة ستة وستة يعني سمير كامونة وقى الجمعة كان لسه لعيب محدش شايفه يعني لفت نظر في زي المباراة فتاني يوم الصبح احني كان عندنا بقى بعد الظهر يعني الصبح الكابتن صالح تاني يوم الماتش ما اللي كسبنا فيه الكاس اتوقف سمير كامونة أو سمعنا أنه حتوقف سنة يعني كانش لسه اتوقف فمستر منول قلت له أنا عندي يعني جود نيوز وباد نيوز قال لي ابتدي بالباد نيوز قلت له اللاعب اللي عجبك في النادي الأهلي غالبا حتوقف سنة لأنه نسب إليه أنه عمل إشارة خادش خياله سنة كاملة لإشارة لم تحدث كابتن فاروق جعفر كان مدير فني للمحلة كل قرارات التربوية في تاريخ الاتحادات تأخذت ضد الأهل اللي هي اللي فيها سنة وأثرت كثير على مسلم سنة كبولة هي السنة دي الاتحادات المتعاقبة قال لي تابو الجود نيوز وتقوله أنت كان عاجبك المراضف له في فريق المحلة تحب أجيبه والنادي الأهلي بداله اللي تقدر قلت له بإذن الله بس الكابتن صالح هو موجود فالكابتن صالح قال حكي ناله القصة أنا ومستر مانويل قالك بيشتغل عليها دانيل يعني كلم الكابتن حسن كلاجنة كورة اتفقوا خلاص كلموا نادي المحلة عشان يجي وكلموا هو بتاع بعد الظهر كان عندنا حفلة لديكسي بنوضعه عشان يعني كسب الكاس وهو حيمشي خلاص ومانويل حيستلم منه فجي لسيد محمد عبوهاب بفتح الموضوع اللي أنا عندي نمرت واقل جمعة قلت له الدهاني كلمت واقل جمعة وكنا في الفندق عن نيل اللي في الحافلة يا كابتن واقل تحب تيجي النادي اللي قال لي يا خابة ربيط طبعا أحب قلت له طب يا خابة ربيط قال لي أصل مبارح أنا مضيت ورقة لكابتن حلمه طولان قلت له ايه الورقة دي قال لي يعني اتفاق بيني وبينه قلت له لا ما تقلقش منها لأنه هو التعاقد لازم تبقى معه الشخص المفوض واللي بيمثل نادي الزمالك وما أعتقدش الكابتن حلمي حيكون هو الشخص المعني هو أخد منك موفقتك لكن انت كده ده مش عقل قال لي خلاص أنا معاك قلت له بس اتمسك بالنادي الآن تحت أي ظرف واعتبر الموضوع منتقي وجه وكانت صفقة الصفقة وكان دخول واقل للأهلي من الباب الملك بقى أول مباراة له مع ريال مدريد بيت تذكرها واقل جمعة نشوفه كانت بدايتي بداية مباراة ريال مدريدة كابتن هاني مئة وعشرين ألف متفرج فترة كانت صعبة في مشوار النادي الأهلي ما بيخدش الدوري في السنة دي خاد الكاس في الموسم ده وحصر مشكلة في الدفاع لسامير كامونا وأنا المدافع اللي جاي المفروض منتظر أن يشيل الفريق فالبداية قدام مئة وعشرين ألف متفرج والناس عايزة تشوف مين اللي هيشيل الدفاع ده فمن البداية الحمد لله دخلت قلب الناس والناس حطت ثقاتها كلها فيها بقيت دي مسؤولية علي فبقى كل مباراة بالنسبة لي يا كابتن هاني متعة بقى يعني كل مباراة بالنسبة لي بداية وتصطير تاريخ بالنسبة لي لأن حسيت بقيمة الشعار اللي أنا بلعب لي والناس والجمهور اللي بيحبني وبيسندني وبيطلب مني دايما أفضل حاجة كابتن خطيب اللي كان ليه دور في انتقالي للنادي الأهلي من البداية خالص ومش هنعيد القصة انتقالي للأهلي إنما هو كان ليه دور مهم جدا جدا يعني يكفي يا كابتن هاني أقول لك كان عندي شرط جزائف عقدي مع المحلة ستين ألف جنيه كان مبلغ ساعتها كبير فساعتها حصلت مشكلة الأهلي والزمالك والمحلة كان يعني مرافض إن أنا فكرة انتقالي وكابتن خطيب من حسنه من حسن قراراته وحرصه على إظهار دايما النادي الأهلي في صورة كويسة راح لنادي المحلة ورفع الشرط الجزائي بتاعي لستمائة ألف جنيه كان رقم كبير في الوقت ده في سبيل إنه ما يبوصل علاقة بين الأهلي وبين المحلة وإن الأهلي يبقى خد لاعب غزبا عن المحلة الموضوع بردى بالزبط فده من المواقف اللي طبعا دايما أنا بذكرها لكابتن خطيب في حسن إدارته للمواقف إنه هو حريص على العلاقة بين النادي الأهلي والأندية الأخرى صحيح فدي نقطة مهمة جدا ونقطة تحساب له طبعا النقطة اللي خلانية اللي في حديث الكابتن واقل مهمة جدا لإنه دي بتعكس حرص وأنا حكيت لك قبل كده لما كابتن حسن فريد راح لكابتن حسن في انتقال حسن عمدي في انتقال أبو تريكا وقال له ربعمائة ألف في لعيف زي كده خسارة يعني فكابتن حسن زودها له إلى ستمائل وبرضه كان رقم كبير وده فعلا إحنا بالراعي أن النادي اللي يخرج من اللاعب يستفيد ويدي منه بأد بالصورة العادلة وبتحصل حتى في كل المواقف لنا مع كل أندية وأولها النادي الإشماعي